قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم خمسة لابد لهم من النصيحة يا سلام بركة من بركاته يقول الإمام النووي وهو أحد شراح هذا الحديث يقول هذا الحديث هو ربع الدين بل يقوم عليه الدين كله واعتبر أن هذا الحديث محور إلى إرسال هذه الرسالة دينك إسلامك حياتك كمال هذا الدين أنك تنصح وتنصح لمن طيب قلنا لله كيف تكون النصيحة لله النصح لله أن تستنصح يعني تقبل كلام ربك الله خاطبنا قرآن يتلى بين أيدينا هذا نصح الله لنا استنصاحك أخذك لأوامر الله هذه نصيحة وقبولك لنصيحة الله سبحانه وتعالى واعتبرها نصيحة أن تسغي لأوامر الله أن تسغي لكتاب الله كم تجي في القرآن يا أيها الذين آمنوا كم مرة عشرات المرات بعض السلف يقولون بل الصحابة إذا سمع يا أيها الذين آمنوا قال أرعي لها سمعك يعني وقف فإما خيرا تؤمر به أو شر تنهى عنه المسألة ليس من أنك فقط تاخذ النصيحة أنت وتسمع القرآن أنت وتستنصح بالسنة أنت وتحط يد على يد وتقول ما أقدم شيء ولا أفعل شيء نقول لا يمكن أن تستنصح إلا إذا نصحت ينبغي أن تكون نصيحتك تبدأ بأهلك بولدك بوالدك بزوجك بأقاربك بجيرانك طبعا تختار الفرصة وتختار الوقت وتختار الطريقة وتكون مغلفة بالحكمة مغلفة بالعلم مغلفة بالأدب هذه شروط لا تنفك عنها النصيحة لكن دوري ودورك أكبر أنا قلتها في حلقة ماضية وأكررها لا تكون سلبي السلبي صفر تعرفون الصفر نقطة أما المتحرك الواحد إيجابي وقد قلت الماشي هذا إيجابي الجالس سلبي الحي إيجابي الميت سلبي فلذلك أنت كن متحركا وأكرر الهدهد الهدهد الذي كان مع سليمان ترى راح فقط يشوف سبع وشاف بلقيس في اليمن تعبد غير الله تسجد للشمس هدهد طير أنا أقول الله يكثر الهداهد بيننا الهدهد هذا نحتاج أن يكون الهدهد موجود أنا وأنت هداهد ننصح الأمة فجاء الهدهد إلى سليمان يا غار قال إني جئتك من سبع بنبع يقين عندي أمر خطير وحقيقة يقين ما هو بشك قالوا وش الأمر وجدت امرأة تملكهم والآه عرس عظيم وش يسوون وجدتها يسجدون للشمس من غير الله هذا الذي حرك هذا الهدهد رغبة في الإصلاح ورغبة في أن يتغير نحن نقرأ كل جمعة سورة سورة الكهف ترى سورة الكهف هذه بركة بركة النصح أن تتحرك بركة النصح أن يكون عندك غيرة بركة النصح أن يزداد إيمانك سورة الكهف كلها حركة كلها نصح في نصح حركة شباب بركة الشباب نصحوا من الشباب؟ نصحوا الملك فظهرت بركتهم ورجل ينصح لصاحبه صاحب الجنتين ومعلم ينصح تلميذه موسى والخضر وقائد ينصح رعيته ذو القرنين ولذلك الله ماذا قال؟ شفوا البركة لأنهم نصحوا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة تضيء لك نوراً ما بين السماء والأرض ليش هذا النور؟ هذه بركة النصحة بركة النصحة الذي يكون في شرائح المجتمع كلها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا الحديث ما قال الدين النصحة قلنا لمن؟ ما قال لله ثم ما قال ثم ثم ديمية موجودة قال لله و حرف أو وهذا عطف وهي تتابع وعطفاً يعني أن تكون و ما قال ثم إذا انتهيت سلمان رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي بأن يحفر الخندق شفوا النصيحة دي كيف نصرت المسلمين في غزوة الخندق تخيلوا لو كانت الخندق الخندق مو محفوء وسلمان ما نصح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النصيحة كيف ستكون وماذا سيكون مصير المسلمين لكن نصيحة من واحد يا غار كان سلمان يقول اشتخمني أنا أنا صحابي من جملة الصحابة لكنه قالها لرسول الله رأياً واستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منه نصعاً الذي يترك النصيحة سيترك خيراً وبركةً تعم على نفسه وعلى ولده وأختم بقصة الحسن والحسين شافوا لهم رجل كبير في السن هذا الرجل الكبير ما يعرف يتوضى استحوا كيف يقدمون لطريقة الوضوء الحقيقية فقالوا يا عم نريد أن اختلفت أنا وأخي أن ترى كيف نتوضى فصححنا فتوضى الحسن وضوء صحيح وتوضى الحسين وضوءاً صحيحاً فعلم الكبير في السن هذا الرجل العجوز أنهم قصدوا تعليمه قال علمتماني ما لم أكن أعلم نصحتما فبارك الله لكم في هذه النصيحة نصيحة وبركة عظيمة فأوصيكم بهذه البركة